من أكتر المسائل المزعجة والمحيرة جداً لكتير مننا سيطرت ذنب معين عليه وتوب منه وتشفت تاني كإني بقع في بير كده ضعيف جداً قدامه وصلي وادعي وأبكي وارجعله تاني هقول لك على حاجتين تعملهم بعد شوية يخلك تعرف ليه بتقع في الذنب ده علشان تبقى فاهم الحيرة جاية منين والضعف بيجي منين بس عايز أقول لك على معلومة أن ما فيش ذنب أقوى من إرادتك الشريعة قالت كده الطاعات في الشريعة على قدر المستويات كلها من الإيمان في طاعات على قدر أقل الناس إيماناً وهمة وفي طاعات على قدر العباد الكبار أما المعاصف كلها على قدر أضعف واحد يعني الحاجات الحرام ربنا محرمها على قدر أضعف واحد وده فهموها من آية وحديث لا يكلف الله نفساً إلا وسعها قالوا لا يكلف تكليف شرعي فما فيش حاجة حرام واحد يقول لي بس دي أصعب من قدراتي ربنا عامل الحرام على أقل وسع وحديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم لأن الطاعات كتير وما نهيتكم عنه من شيء فانتهوا لأن أي حاجة حرام في قدرة أضعف إنسان لكن فين المشكلة؟ عايزك تراجع حاجتين ودول اللي بيوقعوا البني أدم وبرجعوا لأي ذنب ودول اللي بإذن الله يشفوا يعني إيه غليلك كده ويرايحوا بالك في موضوع الحيرة ده رقم واحد وهم خسارة الاستغناء الشيطان بيرمي أوهام إن أنا ما قدرش أستغنى عن الذنب ده أعمل ليه طب في حياتي لو الذنب ده مش في حياتي قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان قعد لابن أدم بأطرقه قعد في الطريق كده فقعد في طريق الإسلام فقال له تسلم وتظر دينك ودين آبائك مين اللي هيعيش لك؟ لو سبت دينك وبقيت مسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام فعصاه وأسلم ثم قعد له في طريق الهجرة فقال تهاجر وتغادر أرضك وسماءك وإن مثل المهاجر كمثل المسافر في الصحراء أنت ممكن تموت أنت مهاجر فعصاه فهاجر شوف بيخوفه إزاي؟ بيضخم الخسارة اللي هتحصله لو كان بيطيع ربنا وبيسيب الذنوب ثم قعد له في طريق الجهاد فقال تجاهد فتقتل فيؤخذ المال وتنكح المرأة فعصاه فجاهد فمن فعل ذلك فله الجنة فاخد بالك من المسألة دي انت عارف اللي بيشرب مخدرات من ضمن الحاجات اللي مخليها مش قادر يسيب المخدرات مش متصور هيعيش إزاي من غير دماغها مال هعمل إيه في يومي كتير من الشباب مش مدرك إزاي ينجح من غير غش أسمع بنات كتير خطبها بيضغط عليها عشان تجاوزات جسدية ويهددها إنه هيسيبها لو ما سابتلوش جسمها استغفر والله العظيم وهي مرعوبة لو سابها هتتجوز مين وهم في خسارة الاستغناء كبير جدا عشان كده learning to let go العلم يقولك كده تعلم إزاي تترك وما تخافش فيش حاجة في الدنيا بتقف على حاجة أو على حد طول ما ربك في حياتك تعرف إن 75% أحد الأبحاث اللي قرأتها 75% من الشباب اللي شربوا خمرة عشان خايفين من حاجة اسمها الطرد المجتمعي لو ما شربتش مش هتبقى معنا في الشلة وعملوا دراسة على 500 مدير تنفيذي في الشركات سألوهم إيه اللي نجحك 125 واحد منهم رده قال لك لما كنتش عرف أنجح إلا بخرق القانون وأفعال غير أخلاقية صعب تنجح في الزمن ده تخيل لما ربعهم يبقى مؤمن إن النجاح ما يجيش غير بالغلط ده مدمن للذنب والذنب مسيطر بسبب وهم اسمه خسارة الاستغناء لو سبت الذنب ده مش عارف عيش فدي أول حاجة تراجعها كويس الموضوع التاني لو أنت حيران ليه الذنب مسيطر عليك قلت لك لأول راجع موضوع وهم خسارة الاستغناء موضوع التاني الانتماء لمجتمع الذنب لما الإنسان بينتمي لمجتمع الذنب بيعيش بطريقته يعني إيه؟ فيه كده نظرية في علم النفس من أيام سقراط ربعمية قبل الميلاد اسمها الضغط المجتمع أو العقد المجتمعي social contract وجون جاك روسو أحد علماء النفس طور بقى وبلور النظرية دي فبيقول فيها أن أي مجتمع فيه سيستم كده لما بتخش فيه بتدوب في السيستم ده وبيسموه العقد المجتمع فالنهارده أنت لو عايش في مجتمع الخمرة صعب جدا ما تشربش لو عايش في مجتمع الكسل الشلة الكسلانة اللي جوه الشغل ما بتشتغلش صعب جدا لما تعمل أبسط مجهود هتلاقي نفسك كويس وأنا بتعب ليوا الناس دي وبتاخد المرتب آخر الشهر ما تخليني يا عم مكسل معاكم ده اسمه بقى الضغط بتاع العقد المجتمعي ده عشان كده نادرا جدا ما تلاقي واحد في سيستم بايز كويس دايما يقولك الموظف الكويس لو اتحط في سيستم بايز يبوز والموظف الوحش لو اتحط في سيستم مجتمع جيد يرتفع وده اللي تفهم منه حكمة سيدنا رسول الله يوم ما قال من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب فيها الخمر حرام أن أنا أقعد على قاعدة بيتوزع فيها خمرة النهارده أنا قوي بكرة هضعف قدام العقد المجتمعي بس خبالك ده أنت لو دقت ممكن تتشفط في الموضوع ده فالحيران هو أنا ليه ضعيف قدام ذنب راجع للموضوع ده راجع الوهم والخوف المتضاعف اللي جواك لو سبت الذنب هعيش إزاي وراجع هل أنت منتمي لمجتمع الذنب ولا لا لو منتمي أعمل حسابك هتعيش في السيستم بتاع الغلط ده وهيسيطر عليك